مساحة الأشكال المحددة بخطوط مستقيمة لو كان في عنا قطعة من الأرض حدودها الخارجية على شكل خطوط مستقيمة وكان مطلوب أني أنا أوجد مساحتها في عندي ثلاث طرق لحتى أوجد مساحة القطع الأراضي اللي حدودها خطوط مستقيمة أول طريقة هي التقسيم إلى مثلثات بمسك قطعة الأرض اللي عندي اللي هي هايها عندي إياها في شكل هاد بحاول أقسمها إلى مثلثات تمام؟ بمسك نقطة الرأس وبحاول أسقط مثلثات فيها بيصير عندي إياها بعد التقسيم عبارة عن شكل بتكون من مثلث اثنان ثلاث أربع مثلثات فبتكون مساحة قطعة الأرض كاملة اللي هي A total area total A1 بلس A2 بلس A3 زائد A4 حلق لو كانت قطعة الأرض بهذا الشكل وأنا ما قدرت أني أنا أقسمها إلى مثلثات فشو بيكون الحل؟ الحل أني أنا بقسم قطعة الأرض إلى مثلثات وأشباه منحرفات مثل الشكل التالي أنا بسقط عندي إياه هون أول إشي بقسم الشكل من النص لقسمين علوي وسفلي بعدين بقسمه من هون بصير عندي مثلث هون ومثلث هون يا إما بترك هذا الشكل بيكون شبه منحرف أو بسقط المثلث الصغير مع المستطيل هاد والمثلث هاد فبتصير عندي المساحة الكلية هي مساحة المثلث E A A' E A A' مساحة المثلث هاد زائد مساحة المستطيل A B B' A' زائد مساحة المثلث B B C B' زائد مساحة المثلث E D' D زائد مساحة المثلث D' D C هيك أنا بكون بطلع قطعة الأرض مساحتها الكلية لما نوجد مساحة كل قطعة جزئية في قطعة الأرض هلأ الطريقة الثالثة هي طريقة الإحداثيات كيف أنا بقوم بعملية الإحداثيات؟ عندي قطعة الأرض بهذا الشكل مكونة مثلا من أكثر من رأس هذا بسميه رأس أي A, B, C, D بحط إحداثيات كل نقطة الإحداث السيني والإحداث الصادي مثلا للنقطة A في إلها إحداث سيني اسمه X, A وإحداث صادي اسمه Y, A والنقطة B كذلك X, B, Y, B والنقطة C, X, T, Y, C والنقطة D, X, D, Y, D الأرية الكلية هي مجموع حاصل ضرب الاتجاه القطري ناقص حاصل ضرب الاتجاه القطري المعاكس على 2 هلأ بفرجيكم اللي هي سميشن واحد مينس سميشن اثنين على اثنين ما المقصود بسميشن واحد؟ سميشن واحد هي مجموع حواصل ضرب الإحداث السيني لكل نقطة ضرب الإحداث الصادي في النقطة التي تليها باجي بحط النقاط بشكل أفقي بجانب بعض A, B, C, D, A بشرط أني أبدأ بالنقطة A وأنتهي بالنقطة A يعني في طريقة الإحداثيات النقطة اللي بدي أبدأ منها هي نفسها النقطة اللي بدي أنتهي منها بحط الإحداث السيني لكل نقطة تقسيم الإحداث الصادي يعني XA تقسيم YA XB تقسيم YB XC تقسيم YC XD تقسيم YD وبرده XA تقسيم YA هلأ بدي أوجد summation A كيف أني أنا بجمع حاصل ضرب XA ضرب YB زائد XB ضرب YC زائد XC زائد YD زائد XD ضرب YA اللي هو حاصل مجموع حاصل ضرب الإحداث الصيني لكل نقطة ضرب الإحداث الصادي للنقطة التي تليها بجمع هاي في هاي زائد هاي في هاي زائد هاي في هاي زائد هاي في هاي بتكون summation 1 summation 2 مجموع حواصل ضرب الإحداث الصادي لكل نقطة في الإحداث الصيني للنقطة التي تليها ناقص مجموع Y A ضرب X B زائد Y B ضرب X C زائد Y C ضرب X D زائد Y D ضرب X A هاي عندي باجح حتى اوصل للقانون هاد بحكي اتنين ضرب الارية يعني اتنين في الارية بساوي مجموع هاي في هاي زائد هاي في هاي زائد هاي في هاي اللي هو مجموع حاصل ضرب الاحداث السيني للنقطة الاولى ضرب الاحداث الصادي للنقطة التي تليها وهكذا ناقص مجموع حاصل ضرب الاحداث الصادي للنقطة الاولى ضرب الاحداث السيني للنقطة التي تليها هلا لو بدي الارية لحالها بقسم على اتنين زي القانون هاد تمام خلينا نشوف المثال بحكي لي احسب مساحة الشكل التالي بطريقة الاحداثيات بوحدة سنتيمتر مربع طبعا المساحة بدو يكون وحدتها مليمتر مربع سنتيمتر مربع متر مربع كيلو متر مربع هون انا عندي الابعاد بالسنتيمتر فبدو المساحة بوحدة سنتيمتر مربع عندي هاي قطعة الارض متكونة من عدة نقاط A B C D E F هلأ انا بوجد الابعاد هو معطيني الابعاد كم ببعد عن نقطة الاصل هون عندي اياها هاي نقطة الاصل المركز اللي هي نقطة الصفر صفر دايما باخدها بدي اوجد احداثيات كل نقطة النقطة A بصف اول اش النقاط جنب بعض A بدي ابلش هيك مع عقارب الساعة A F E D C B وبنتهيب كمان A هلأ بدي احط الاحداث السيني على الاحداث الصادي مثل ما كنا مرتبين هون X A على Y A X B على Y B وهكذا هلأ بدي X A باجي للنقطة A كم بتبعد عن نقطة الاصل باتجاه الوقت ال X axis محور السينات كم بتبعد من الصفر باتجاه محور السينات 14.4 سنتيمتر طيب ومحور السادات كم بتبعد النقطة A 18 ف14.4 على 18 اهم ايش تحط الاحداثيات صح النقطة F كم بتبعد من محور السينات نفس A لانها على استقامتها 14.4 ومن محور السادات من هون لهون 18 ومن هون لهون 8.4 باجمعهم بطلع 26.4 النقطة E بتبعد عن محور السينات 22.8 ومحور السادات بتبعد عنه المسافة هاي اللي هي 18 زائد 22.8 اللي هي 40.8 النقطة D بتبعد عن محور السينات من هون لهون 36 ومحور السادات محطوط عندي ياها هون جاهز 48 أما النقطة C فبتبعد عن محور السينات هاي المسافة اللي هي 36 زائد 16.8 بتطلع 52.8 وبتبعد عن محور السادات 25.4 والنقطة B بتبعد عن محور السينات 36 وعن محور السادات 18 أما النقطة A بتبعد عن محور السينات نفس الاحداثيات 14.4 على 18 هلأ بدي أوجد المساحة فبحكي summation 1 minus summation 2 تقسيم 2 ما تنسى تقسم على 2 لأنه القانون الرئيسي بيحكي لي 2A بتساوي summation 1 minus summation 2 فأنا بدي A فبقسم على 2 طبعا ما ننسى في القانون أنه أنا باخد القيمة المطلقة للي بطلع عندي جوا القاس هلأ بدي أقوم بعملية الجمع والضرب اني أنا بدي أجمع حاصل ضرب لإحداث السيني ضرب الإحداث الصادي السيني في الصادي السيني في الصادي بجمع حاصل ضرب السهم الأزرق ناقص حاصل ضرب السهم الأحمر فبتكون عندي 14.4 ضرب 26.4 تمام زائد 14.4 ضرب 48 زائد 22.8 ضرب 48 زائد 36 ضرب 25.4 زائد 52.8 ضرب 18 زائد 36 ضرب 18 ناقص اللي هو 18 ضرب 14.4 زائد 26.4 ضرب 22.8 زائد 40.8 ضرب 36 زائد 48 ضرب 52.8 زائد 25.4 ضرب 36 زائد 18 ضرب 14.4 باخد القيمة المطلقة للطرح تقسيم 2 هلأ بعد ما هون أنا طلعت حاصل الضرب لكل الأقواس بطلع حاصل الضرب لكل الأقواس بعدين بطرح بطلع معي مجموع حاصل الضرب هيا ناقص مجموع هاي الأقواس على 2 بطلع معي حاصل الطرح ماينس 1463.04 طبعا أنا بدي أخذ القيمة المطلقة فباخده 1463.04 على 2 بطلع معي 731.5 سنتيمتر مربع هلأ بدي أخذ طريقة لو أنا بدي أحسب مساحة الأشكال الهندسية الممتدة كشرائح في عندي شكل هندسي ممتد منه شرائح بأطوال مختلفة ارتفاعات عندي H1 H2 H3 H4 H5 H يعني الارتفاع يعني الارتفاع الأول الثاني الثالث الرابع الخامس هلأ أنا بدي أعتبر أني أنا بدي أحور الشكل إلى مستطيل هذا المستطيل أكم طوله من هون إلى هون اللي هو مجموع X يعني مثلا أنا عندي هون 1 2 3 4 طبعا طول الشريحة الوحدة طولها X ثابت هون X وهون X وهون X وهون X إنه أنا بحول الشكل إلى مستطيل طوله مثلا من هون إلى هون 4 X أمن ارتفاعه متوسط ارتفاع الأعمدة هاي يعني H1 زائد H2 زائد H3 زائد H4 زائد H5 على عددهم طيب طيب إذن بحكي للقانون الأريا بتساوي N ضرب X إيش هي N عدد الأقسام اللي هون أنا عندي مثلا 1 2 3 4 عدد الشرائح أو الأقسام مضروبة في X X اللي هو طول القسم مضروب في H1 زائد H2 زائد H3 زائد H4 زائد H5 اللي هم ارتفاعات الأعمدة مقسوم على N زائد 1 اللي هو عدد الأعمدة مش عدد الشرائح عدد الأعمدة لأنه إحنا هون كم من شريحة عندي 1 2 3 4 ولكن كم عمود عندي 1 2 3 4 5 فأنا بقسم على N زائد 1 اللي هم عدد الشرائح زائد 1 لأنه دائما عدد الأعمدة أكتر من عدد الشرائح بواحد طيب هاي الطريقة الأولى إذا كانت الأشكال الهندسية ممتدة كشرائح إني أنا بستخدم الطريقة الأولى اللي هي متوسط الارتفاعات الطريقة الثانية هي قانون أشباه المنحرفات هاي الطريقة طريقة دقيقة اللي هي من خلالها بحول الشكل إلى أشباه منحرفات بدي أعتبر أنه هذا الشكل شبه منحرف قاعدته الأولى H2 قاعدته الثانية H1 وارتفاعه X مساحة شبه المنحرف هي مجموع القاعدتين مجموع القاعدة الأولى زائد القاعدة الثانية على 2 ضرب الارتفاع يعني شبه المنحرف الأول مساحته بتساوي H1 زائد H2 على 2 ضرب X الشبه المنحرف الثاني مساحته بتساوي نص أو H2 زائد H3 على 2 ضرب X وهكذا تساوي الارية على 2 X على 2 مضرب تساوي طول طول طبعا 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 الأول والأخير خلص هون دورهم هون إذا كان الأول فردي ما بحطه لا 2 في الأعمدة الفردية مع استبعاد الأول والأخير زائد أربع أضعاف الأعمدة الزوجية كمان مع استبعاد العمود الأول والأخير طب هلأ في عندي شروط لطريقة سيمبسون بحكي لي أول شي لازم يكون عدد الأقسام أو الشرائح يكون زوجي أما إذا كان عدد الأقسام أو الشرائح فردي فأنا بشيل آخر قسم من الشكل بحل الشكل بوجد مساحته بطريقة سيمبسون وآخر قسم اللي هو بيظل شبه منحرف بحسبه على حسب شكله إذا كان شبه منحرف بحسب مساحة شبه المنحرف وبضيف ها لمساحة الشكل اللي حسبتها بطريقة سيمبسون أو إذا كان مثلث أو أي قطع مكافئ بضيفها للمساحة المحسوبة بطريقة سيمبسون بعدين بحكي لي عند تطبيق القانون يؤخذ العمود الأول والأخير دون تكرار يعني لما نحكي زائد 2 في الأعمدة الفردية من غير لا الأول ولا الأخير وكذلك زائد 4 في الأعمدة الزوجية هلأ هون بحكي لي إذا كان عدد الأقسم 3 هاي عندي قسم 2 3 وعندي 4 أعمدة في عندي حالة خاصة لقانون سيمبسون هاي الحالة هي الأريا بتساوي 3 على 8 في طول القسم في العمود الثالث زائد العمود الأخير وهاي هي حالة خاصة من قانون سيمبسون خلينا ناخد هذا المثال ونشوف كيف بدنا نطبق الثلاث طرق بحكي لي في هذا المثال احسب مساحة الشكل التالي باستخدام الطرق الثلاث لإيجاد المساحة عندي هذا الشكل عبارة عن شكل هندسي ممتد كشرائح فيه إلو ارتفاعات هاي العمود الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر هاي أطوال كل عمود وهاي طول القسم كامل تسعة تسع شرائح واحد نين تلات أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وطول الشريحة الواحدة عشرين متر إذا كان الطول الهون لهون عشرين من هون لهون أكم تسعة ضرب عشرين اللي هو عدد الشرائح ضرب طول الشريحة طيب هلأ لو بدي أحسبها بالطريقة الأولى اللي هي متوسط الارتفاعات بعدين الطريقة الثانية أشباه المنحرفات والطريقة الثالثة طريقة سيمسون في متوسط الارتفاعات الأريا بتساوي N عدد الأقسام ضرب طول القسم في مجموع الارتفاعات اللي هو متوسط مجموع الارتفاعات كيف بحسب بالمتوسط اللي هو مجموع الارتفاحات على عدد الشرائح زائد واحد ان عدد الاقسام تسعة طول القسام عشرين مجموع الارتفاعات شوفوهم عندكم في الدفتر اللي هي 45 زائد 34 زائد 26 زائد 22 واخر شيء 40 على عدد الاعمدة اللي هو يساوي عدد الشرائح زائد واحد تسعة زائد واحد عشر تطلع معي المساحة 4680 متر مربع أما بطريقة أشباه المنحرفات فالقانون بيحكي لي المساحة بتساوي X على 2 في H1 زائد HN زائد 1 زائد 2 في الأعمدة الوسطية فX طول القسم 20 على 2 في العمود الأول زائد الأخير 45 زائد 40 زائد 2 في الأعمدة الوسطية بتطلع معي المساحة 4350 خلينا نشوف طريقة سيمبسون اللي هي لازم تكون عدد الأقسام زوجي ولكن في المثال تبعنا عدد الأقسام 9 يعني فردي فإيش بدي أعمل بدي أشيل القسم الأخير وأعتبر أنه هاي العمود الأول وهاي العمود الأخير وأحل هاد الأقسام بطريقة سيمبسون وهاد أوجد مساحته عن طريق شبه المنحرف بوجد المساحة هاي بطريقة سيمبسون زائد مساحة شبه المنحرف هاد وبوصل للمساحة الكلية طيب هلأ في طريقة سيمبسون الأريا بدي أسميها أريا واحد اللي هي مساحة الثمن أقسام تساوي طول القسم على ثلاثة في العمود الأول زائد العمود الأخير زائد اثنين في الأعمدة الفردية زائد أربعة في الأعمدة الزوجية بطلع الأريا واحد تمام هاي الحل موجود عندكم بالتصوير بتطلع معي 3546.66 متر مربع أريا اثنين اللي هي مساحة شبه المنحرف اللي هي نص مجموع القاعدتين ضرب الارتفاع اللي هي نص في واحد وثلاثين زائد أربعين على اثنين أو هي بنغير على اثنين لأني أنا ضرب بنص نص في واحد وثلاثين زائد أربعين ضرب الارتفاع اللي هو أنا دائما باخده الخط العمودي اللي هي عشرين تمام بتطلع معي أريا اثنين 710 متر مربع بجمعها لأريا واحد وبتطلع معي المساحة الكلية طيب هلأ في عندي وعجب رقم اثنين أنا منزلة على المنصة اللي هو أوجد مساحة الشكل التالي بالطرق الثلاث لاحظوا إنه هذا الشكل مكون من ثلاث أقسام بدي تحسبوا لي مساحته بطريقة نفس الشي متوسط الارتفاعات وأشباه المنحرفات وطريقة سيمبسون طيب هلأ في عندي طريقة الأخيرة لحساب المساحات أني أنا ممكن أمسك الشكل وقسمه إلى مربعات بحكي لي في هذه الطريقة يجري تغطية الشكل بورقة شفاف مسطرة إلى مربعات صغيرة ثم تعدى المربعات الكاملة المحصورة ضمن الشكل أما المربعات الداخلة جزئيا ضمن الشكل فتقدر وتضاف إلى عدد المربعات الكاملة وتحسب المساحة الكلية من القانون التالي هاي عندي قطعة الأرض بشكل متعرج بمسك ورقة رسم بياني مقسمة إلى مربعات هاي المربعات بتكون مساحتها واحد سانتي بواحد سانتي وبيكون فيه أو حسب مقياس الرسم ومساحة المربع اللي مسطرة إلى الورقة بحسب المربعات الكاملة زي مثلا هون عندي المربعات الكاملة واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احداش ناش تلتطاش اربعتاش بعدين المربعات الجزئية هون وهون 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 بقدرها كم تعادل كم مربع كامل وبجمعها لعدد المربعات الكاملة وبوجد عدد المربعات الكلي بعدين بضرب ضرب مساحة المربع الواحد حسب بقيس مساحته من ورقة الرسم بعدين بضرب ضرب مربع مقلوب قياس الرسم يعني لو كان قياس الرسم واحد إلى خمسين فأنا بدي أربع مقلوبه ايش مقلوب الواحد على خمسين خمسين شو مربعها خمسين تربيع مثال إذا علمت أن عدد المربعات التي تغطي قطعة أرض مرسومة بمقياس الرسم واحد إلى خمسمية يساوي تمنمائة مربع وكان طول الضلع المرسوم واحد سنتيمتر بدي مساحة هذه القطعة أول إشي بيطبق في القانون المساحة بتساوي عدد المربعات ضرب مساحة المربع ضرب مربع مقلوب مقياس الرسم عدد المربعات تمنمائة مربع مساحة المربع المربع الواحد واحد سنتيمتر لازم أحول المساحة إلى متر لأنه هاي قطعة أرض بصير أحسب مساحة قطعة الأرض بالسنتيمتر لا يا أما ممكن أني أحسبه بالأول سنتيمتر وبعدين حوله إلى متر أو أنا في البداية بحوله إلى متر فبتكون مساحة المربع 1 سنتيمتر لمتر يعني 1% ضرب 1% ضرب مربع مقلوب بقياس الرسم بقياس الرسم عندي إياه 1 إلى 500 بدي أربع مقلوبه يعني 500 تربية تطلع معي المساحة 20 ألف متر مربع هلأ بحكي لي أنه أنا لقياس مساحات الأشكال المغلقة المرسومة بقياس رسم معين على الخرائط والمخططات باستخدم لها جهاز اسمه البلانوميتر هذا الجهاز هو أكثر الوسائل شيوعا ودقة وسرعة وسهولة في قياس المساحات المتعرجة الحدود وغير المنتظمة إذا كانت قطعة الأرض متعرجة وحدودها غير منتظمة أستخدم جهاز البلانوميتر تسليم الواجب بيكون اليوم الأحد بكرة لازم استلموني هاد الواجب تسليم الواجب بيكون اليوم الأشكال المتعرجة لها جهاز البلانوميتر